بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم كامل في هذا الفيديو اللي عملته سبيسيالما على الأوان الفخرية اللي كنت عملتها لكم مقبل و قد كم شريتها من محل مغارة علي بابا كمانا نقولها لانو تدخل التما تلقاي كلش يعني بصفة هيلة حاجة نقيا نظيفة من الدماء كما هكا في بلدنا هنا حبيت نجاوب يعني لما قلت التساؤلات عكم و قلت تعليقات لقيت تعليق اللي قول انو هديك المادة يعني اللامعة اللي راه مدهونة بها هاد الواجن راه مدرة بصحة انا مشيت للمحل وتكلمنا يعني مباشرة مع صانع هاد الاواني الفخرية و يعني اعطاني توضيح حبيت نلحق لكم بكل امانة اللي هو انو هاد المادة هي يعني مادة يسموها اللو مي هادا اللو مي يستعملوها في المواد يعني الفخرية باش لما يعني يكملو تشكيل تحهم يعني كنخدمو حاجة انبوتخي كما هكا ندخلوها نطيبوها في الفرن على درجة حرارة ميتين درجة باش تقساح وتشد لفهم تحا و باش تولي يعني قابلة باش تطيب يعني ونطيبو فيها بكل امان هادا هي المادة اللي يديروها لها باش هادا كل الفخر ما يترتقش و يعني ويحافظ على الشكل تعوف الفرن على 200 دقري دونك هادا اللو مي هو اللي يخلي المادة تعنا ولا الطاجين تعنا يكون صحيح و طيب ببلا ما يتكسرنا يعني على عكس الكلام اللي قالوه انو هادا كسجو فغني هادا ما رهوش فغني الفرنير هم يستعملوها مثلا في السيرفيس اللي رانا نشروهم بكو بلوس يعني هاد السيرفيس اللي خرجوا بالكولور و يعطوهم واحد اللون معو يجيرا يحلون تالا بوتخي ولا اللون تعطين باش يبانوا باللي هما مواد يعني فخرية وهي ما هيش تفخر ستقوني كين حتى اللي يخدموا بالقرمود يعني ويديرلو الفرنير ويقول لك هادا تعطين ولا هادا تالا بوتخي اراهو من الناس يعني اراهو ما هادو ما يخافوش ربي ويخدموش يحبو ويلمعوه باديك المادة اللامعة ويقول لك هادي حاجات تعطين على اخي هو ما هيش تعطين انا بكل امالة لمعوها عن اللي وردها لكم اراهي مخدومة عند شخص خادمهم بالطين والمادة اللامعة اللي يحطها عليهم سائل ومي باش يحافظ عليهم لما يطيبهم في الفوق لما يدخلهم بعد ما يشكلهم والطياب بتاحهم اراهو مضمون مليون في المائة اراهو صاحب المحل اعملكم تجربة بسيطة بسيطة ناكد ونعاود انه يعني حاجة مضمونة وناكد ونعاود انه قبل ما طيبوا فيه لازم انتبيته ليلة كاملة في الماء في الماء وهذا ما كان ما تفيضوا لح لبلة حتى حاجة حطوه في الماء يكون يعني مغطي كامل في الماء ليلة كاملة حتى 24 ساعة قدوم داك خلوه ينشف وطيبوا فيه تكلوا على ربي كما شفتو هنا كين ملاحظة تانية تانية نزيد نقولها لكم انه القدرة اذا شريتوا القدرة تعبطين لما طيبوا فيها الشربة بالصحة ولهنا كيتكملوا اعمركم ما ترفضوها من الكوزينيغ تاكم كلم زاف اللي صارت لهم يقولوا كسلكنا وطيبنا وجات ماكنا الله الله لكن في الاخير جينا نرفضوا القدرة طاحت تكسرت يقعدوا غير يدين في يدنا القدرة هادي لما طيبوا فيها يعني ددوها نصحة من عندي سربة ومنها وهي فوق الكوزينيغ لازم حتى تبرد باش تقدروا ترفضوها منرفضوهاش وهي سخونة ها قدراني وسط لكم الامانة راه الفيديو قدمكم عملكم الاخ صاحب المحل طاجين بسيط بسيط يعني جيس باش تشوفو انه هاذ الطاجيني طيب تخبية مالقايكو هو طيبو على الطابونا يعني منشي كوزينيغ كما احنا ونوصيكم انه الطيبتها حيكون على ابتيفو يعني على النار قليلة متقوي وش النار تواجن هادو ولا القدرة هذي ميحبوش نار قاوية مالقايكو طابونا تعالى المحل راهي يعني قاوية شوية ماهيش يعني ماهيش كما الكوزينيغ خرجو امبلا ماليفيك طيب على فا بغ هذيك الجابنين هذيك الخضرة البطاطا جات الدوب في الفم ان شاء الله يا ربي تكون هاد الفيديو وضحت امور كثيرة انتمنى ان شاء الله انه نزيد نلقاكم في فيديو اخر اللي ما زالت سالوهولي احنصور لكم العنوان تعالى المحل من جهة اخرى باش هقدر تلحقولو من جميع الجهات اللي ما زال ما شافوش العنوان واللي رام يسألوني انا نقولكم ادخلو في اليوتيوب اكتبو ميديسا كهينا ميزي بيسا ولكتبو بالعربية ميليسا كهينا عنوان محل التوابل هتخرجوكم الفيديو اللي صورت لكم فيها عنوان هاد المحل ووش عنده كامل نزيد نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله تعالى اوفير وحدكم اربي يحفظكم لكم مني سلام